موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين و صلاة و السلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله و بياكم مشاهدينا الكرام و رحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة طيبة بإذن الله من برنامجكم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا عنوان حلقتنا اليوم لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون و نتناول في هذه الحلقة موضوع ثقافة الشكر نعم ثقافة و قبل ما تكون ثقافة هي عبادة جليلة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد إلى ربه شو هو الشكر شو حقيقة الشكر شو أركان الشكر شو درجات الشكر هل العبادة مقتصرة فقط أن الشكر يكون لله أم الشكر يكون حتى لغير الله سبحانه وتعالى و يتقرب العبد هذا إلى ربه جل في علاه بإذن الله نجاوب على هذه الأسئلة في هذه الحلقة حياكم الله قبل ما نتكلم عن عبادة الشكر و كيف أن العبد يكون شاكر لربه سبحانه وتعالى دعونا نتكلم عن اسم من أسماء الله جل وعلا من أسماء سبحانه وتعالى الشكور الشاكر و معنى كلمة الشكور أنه كثير الشكر لعباده يجزي على القليل من العمل بعظيم من الجزاء سبحان الله الله يشكرنا نعم الله سبحانه وتعالى غفور شكور دعونا نضرب مثال تخيل مثلا شفت واحد في الدرب تيرم بنشر عنده ووقفت الساعدة و يوم ساعدت و خلصت قال لك جزاك الله خير و روح هذا الشكر المعتاد و هذا الإنسان يعني يقبله و لا عنده أي مشكلة أنه قال لك جزاك الله خير و روح لكن تخيل عقب ما أنت ساعدت و خلصت أعطاك مبلغ كبير جدا مئة ألف مئتين ألف أو أعطاك سيارة و راح و اكتشفت أن هذا الشخص شخص ما شاء الله متمكن و مقتدر و غيره الإنسان يفرح بهذا النوع من الشكر سبحان الله الإنسان طبعه يريد أن يعمل عمل قليل و يحصل على الجزاء الكبير هذا الطبع في الإنسان والله سبحانه وتعالى هو الشكور و أعظم و أجل من يشكر عباده كيف؟ تعالوا نشوف العبادات اتصلي لله سبحانه وتعالى 12 ركعة في اليوم و الليلة اللي هي سنن الرواتب الله سبحانه وتعالى يبني لك قصراً في الجنة و قصور الجنة ليس كمثلها قصور من ذهب و قصور من فضة غرف من فوقها غرف مبنية و تجري من تحتها الأنهار تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مئة مرة ما تأخذ منك خمس دقائق يغفر الله لك ذنوبك و إن كانت مثل زبد البحر الله سبحانه وتعالى ما يجازي الحسنة بالحسنة الله شكور الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها هذا أقل واحد يحصل على عشر أمثال و في ناس أكثر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الله سبحانه وتعالى شكور يشكر القليل من العمل بالعظيم من الجزاء بل حتى لو ما عملت من همى بحسنة فلم يعملها اليوم أنت قمت الصبع قلت أنا إن شاء الله بصلي الضحى ساعة عشر يوم بوصل للدوام بصلي الضحى وصلت للدوام و انشغلت و ما صليت الضحى يكتب الله سبحانه وتعالى لك حسنة كاملة سبحان الله طيب أنا ما عملت هذا شكر الله لعباده شكر الله لعباده أن يرزق جنة عرضها السماوات و الأرض و النعيم فيها أبدي ما ينتهي يعني كم بتعيش في الجنة مئة سنة مئتين سنة مليون سنة مليار سنة أبداً ما ينتهي خلود فلا موت مقابل ماذا الإنسان كم بيعيش سبعين و ثمانين سنة أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ستين إلى سبعين دعنا نقول واحد عاش مئة سنة من هذه المئة سنة كم عبد الله شل النوم و شل الله المباح و شل التقصير و شل المعاصي الذنوب و الأكل و الشرب و غيره ما يصفى إلا يمكن عشرين و ثلاثين سنة عباده و فيها من التقصير ما فيها هذه المدة القليلة الله يشكرك عليها بهذا الجزاء العظيم لما ينتهي أصلاً و هل الله سبحانه و تعالى يحتاج لنا غني عننا يعني أنت تقدم واجب أصلاً أنت ما تقدم معروف لرب العزة سبحانه و تعالى لا الله خلقك للعبادة الله هو اللي خلقك و أوجدك و رزقك فالعبادة واجبة و ما خلقت الجنة و الإنسة إلا ليعبدون و مع ذلك الله سبحانه و تعالى يشكرك بالشكر العظيم و الشكر الجزيلي يعني تخير أب يقول لابنه سير هات لي قلاس ماء هذا أبوه يعني رباه و كبره و صرف عليه و سوه و سوه أو الأم قالت لي ايب لي قلاس ماء و يهب لي قلاس الماء فيها الأب وعطاه مليون درهم قال مشكور يا ولدي ايب لي قلاس ماء شي عظيم سويته هاي مليون درهم ما أحد يسويه غريب يعني الأب يرى أن هذا واجب و الأب يرى أن هذا واجب ليش هو سبب وجوده في الحياة و صرف عليه و سوه و سوه فالعمل هذا ولا شيء بالنسبة لي للذي فعله الأب للأب و لله المثل الأعلى مهما عبدنا الله سبحانه و تعالى فما عبدنا حقه حق عبادته مثل ما جاء في الحديث أن ملائكة تعبد الله إلى قيام الساعة و لما تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الإنسان يبحث عن الشكر الطيب و عن الكلمة الطيبة أول ما تبحث عنه ابحث عن الشكر عند الله سبحانه و تعالى قبل ما تبحث عن الشكر عند الناس طيب تكلمنا عن أن الله سبحانه و تعالى شكور و شاكر و الله جل وعلا أيضا يحب من عباده أن يشكروا و أن يتعبدوه بشكره سبحانه و تعالى بل سم عباده الشاكرين بالشاكر و الشكور اسم الله الشاكر و الشكور و كذلك سم عباده الشاكرين الشاكر و الشكور سيجزي الله الشاكرين إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فالله سبحانه و تعالى يحب من عباده أن يشكروا تعالوا نتعرف على حقيقة الشكر و أركان الشكر و درجات الشكر أما حقيقة الشكر فقالوا هو خضوع الشاكر للمشكور خضوع الشاكر للمشكور كيف يعني خضوع الشاكر للمشكور تعلم أن المشكور اللي تشكره هو الذي يزدي إليك المعروف و يعطيك النعم فتخضع لله سبحانه و تعالى لأنك تعلم أنك لا تستطيع أن تستغني عن الرب سبحانه و تعالى بعد الخضوع تأتي المحبة الإنسان مجبور على محبة من يعطيه و من يكرمه من غير مقابل و الله سبحانه و تعالى ماذا ستقابل الله سبحانه و تعالى على هذه النعم الكثيرة ولا شيء بل إن العباد أولهم و آخرهم و إنسهم و جنهم لن يستطيعوا نفع الله سبحانه و تعالى فبعد المحبة يأتي الاعتراف بالنعم الاعتراف بالنعم تعترف بنعم الله سبحانه و تعالى عملي كيف أتعبد الله عملياً بعبادة الشكر قالوا أن الشكر لله سبحانه و تعالى يكون بالقلب و باللسان و بالجوارح قلونا نأخذ ركن ركن و نتكلم عنه أولاً بالقلب كيف أشكر الله بقلبي أن يكون عندي اعتقاد و يقين و إيمان جازم لأن هذه النعم اللي أنا تقلب فيها هي من الله وحده لا شريك له لا حول لي و لا قوة و لا لأحد حول و لا قوة إنما هم أسباب و الله سبحانه و تعالى هو مسبب الأسباب لا بد يكون عندنا هذا الاعتقاد حتى نكون شكورين لله سبحانه و تعالى يعني ما يستوى يعتقد في قلبي و الله أنا بذكائي ترى وصلت المنصب هذا أنا بشطارتي و بمخي و بعقلي حصلت الأموال هذه أبداً غيرك أشطر غيرك أعقل غيرك أقوى حقنا الله سبحانه و تعالى ما أعطاه نحن نشوف الثنين مثلاً يدرسون في نفس الجامعة و يبذلون جهد و يتخرجون واحد الله ينعم عليه بوظيفة راتبها عالي واحد لا اثنين فتحوا تجارة نفس الموقع و نفس كذا مكانيات و واحد ممكن يكون أقل منه حتى لكن الله ينعم على الثاني و ما ينعم على الأول هذه أدلة من الموسى تبين لك أن فعلاً هذه كلها نعم من الله سبحانه و تعالى الإنسان لا حوله و لا قوة له إلا بالله جل و علا نعم يبذل الأسباب و يسعى لكنه في الأخير نعم من الله سبحانه و تعالى فمهم جداً أن في القلب يكون اعتقاد أن هذه نعم من الله وحده و لا شرك له و هذا هو الشكر بالقلب تعالوا نشوف قصة قارون اللي كان من قوم موسى عليه السلام الله أعطاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة و للقوة مفتاح الخزن يشلونه رجال عصبة مجموعة من رجال يتخيل الكنوز اللي عنده شيء عظيم جداً فلما خرج على قومه في زينته كان فيه فساد في القلب كان فيه خلل في موضوع الشكر كان فيه كفران لنعم الله سبحانه و تعالى كان فيه جحود فقال إنما أوتيته على علم عندي الفاظ هذه يعني تخرج لما القلب يكون فيه فساد و نتكلم عن شكر اللسان بإذن الله تعالى فما إذا كانت النتيجة فخسفنا به و بداره الأرض فالله سبحانه و تعالى هو المانع و هو المعطي هو سبحانه و تعالى يعني يشكر عباد يزيد عباده لكن في نفس الوقت إذا عباده كفر و النعم قد يزيل النعم عنهم جل فيه في علاه تكلم الآن عن الشكر باللسان الركن الثاني من أركان الشكر و دعونا نقسم قسمين عام و خاص عام شكر عام أنك تثني على الله سبحانه و تعالى ثناء عام الحمد لله الكريم الحمد لله البر الجواد المحسن المنان الرزاق ذو القوة المتين تثني على الله سبحانه و تعالى نعمه كثيرة آلاءه جزيلة و شكر باللسان خاص و أما بنعمة ربك فحدث تتحدث بنعم الله حليك الحمد لله الله كرمني بصحة و عافية الحمد لله الله كرمني بهالدوام بالأسرة الطيبة بالزوجة الصالحة و غير ذلك من الأمور و الشكر يكون باللسان بأن تنتبه أيضا إلى الألفاظ ما تنسب النعم لغير الله سبحانه و تعالى جاء رجل نبي صلى الله عليه وسلم قال لأولى الله و أنت أو ما شاء الله و شئت فقال نبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداً من شريكة قل ما شاء الله ثم شئت لما نتكلم عن النعم نقول فضل الله ثم فلان فضل الله ثم أم يبوي فضل الله ثم هذه الدولة المباركة ننسب الفضل لصاحب الفضل الحقيقي لأن الباقي هم أسباب و الله سبحانه و تعالى هو الذي سخرهم لنا فالإنسان ينتبه إلى لسانه بعض الناس ما شاء الله تبارك الرحمن جميلين تجلس معاه و الله تظن أن ما في نعمة و لا هي عنده تحس أنه أغنى أغنى إنسان في العالم من كثر ما يتحدث بنعم الله عليه و قد يكون يعني على قد الحال في ناس صلى الله العافية و الله لو ما عنده من النعم تيلي السياد يقول هذا فقير هذا مسكين و هو عنده الشيء الكثير لأنه ما يتحدث بنعم الله سبحانه و تعالى عليه هذا الشكر بالقلب و هذا الشكر باللسان بعد الفاصل إن شاء الله نكمل الحديث عن أركان الشكر و الكلام في الشكر يطول و نأخذ أيضا مساء الأخرى متعلقة بالشكر و خاصة شكر الناس و كيف أن إنسان تعبد الله بشكر الناس بعد الفاصل أن نتواصل بإذن الله تعالى حياكم الله تكلمنا قبل الفاصل عن هذه العبادة الجميلة عبادة الشكر و في الحقيقة الكلام يطول عن هذه العبادة عبادة الشكر لكن بإذن الله نحاول نتكلم عن أهم الأمور و خاصة الأمور اللي نقدر نطبقها عمريا في حاتنا اليومية بحيث أنه فعلا الإنسان يكون شكور لربه سبحانه و تعالى وصلنا عند أركان الشكر و ذكرت الشكر بالقلب كيف يكون و الشكر باللسان كيف يكون بإذن الله حين نكمل في مواضيع ثانية عن الشكر حياكم الله الشكر بالجوارح أو الشكر بالعمل الله سبحانه و تعالى أعطانا نعم بكل البساطة و اختصار نستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه و تعالى الله أعطانا نعمة البصر أستخدم نعمة البصر في قراءة القرآن في قراءة أشياء مفيدة في النظر إلى أشياء مفيدة في النظر إلى مخلوقات الله سبحانه و تعالى و التأمل فيها أنا أشكرك يا ربي أنك عطيتني نعمة البصر فأنظر إلى السماء و إلى النجوم إلى الطبيعة هذا شكر لله سبحانه و تعالى الله أعطاني صحة و عافية استخدمها في طاعة الله سبحانه و تعالى في الصلاة في مساعدة الناس في كل نعمة الله أعطاك إياها استخدمها في الطاعة الله أعطانا نعمة الأمن و الأمان الحمد لله نستخدمها في الطاعة في غيرنا يمكن ما يقدر يعبد الله يخرج للمساجد عراحته لنا ما في أمن و أمان نحن عندنا الحمد لله هذه النعمة الله عطانا نعمة الوطن الجميل هذه الدولة المباركة عطانا نعمة ولاة أمر يعاملون شعوبهم كأنهم أبنائهم نشكر هذه النعم بسمع الطاعة لولاة الأمر بالمحافظة على هذا الوطن بلزوم جماعة المسلمين فكل نعمة نستخدمها في طاعة الله طيب إنسان يخطئ وكل بني آدم خطاء إذا أخطأت شكري لله يكون بتوبتي ورجوعي إلى الله سبحانه و تعالى يا رب أنا عصيت و أخطأت أنا ما أكفر النعم أنا برد و برجع لك و بتوب و هذا شكر لله سبحانه و تعالى على هذه النعم اللي الله سبحانه و تعالى أعطانيها إذن عندنا إنسان باللسان بالقلب و باللسان و بالجوارح يشكر الله جل فيه على كل على كل نعمة درجات الشكر الشكر يكون على النعم الشكر يكون مقابل النعم و هذا واضح و الله سبحانه و تعالى و يقول و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني يبرق و قلق أو يلس يا ربعك يلس يا هلك و يلسوا عدوا نعم الله سبحانه و تعالى عليكم الله نعم علينا بكذا و كذا و كذا و كذا لو تعدون نعم الله لن تحصوها ما بتقدر تحصيها وتحصرها في مكان واحد لأن نعم الله سبحانه و تعالى على العبد كثيرة جدا و فيه نعم واضحة و معروفة لكن فيه نعم ما نشعر بها إلا إذا فقدناها أعطيكم مثال مكيفات لأن نحن من تقريبا من مولدنا البعض من الولد أو الأغلب من الولد عايش على المكيفات فينسى أن هذه نعمة من الله سبحانه و تعالى تحتاج إلى شكر تحتاج إلى ثناء لله سبحانه و تعالى على هذه النعمة نعمة الظلال الله سبحانه و تعالى خلق لنا ظلال ستقول هذا في البر أحيان قبل يوم الصحراء يسون تحت الشيارة و تذه الظل هذه نعمة يحسون فيها لا ترى اللي يجعل السقف هذا يعطيك هذا الظل أو يتسبب بهذا الظل هو الله سبحانه و تعالى الله قادر أن يجعل هذه المواد يعني تكون شفافة للضوء هل نستشعر هذه النعم نعمة المفاصل نعمة كثير من أشياء سبحانه و تعالى ليك ألم في الضرس يقول يا الله كيف كنت عايش في نعمة الإنسان بدل ما يعني يحتاج إلى منع النعمة عشان يشكر الله سبحانه و تعالى لا يتأمل في نعم الله سبحانه و تعالى عليه و يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة و هذه عبادة أنك تيرس و تتفكر في نعم الله عليك و اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون و النبي صلى الله عليه وسلم عطانا قاعدة جميلة جدا اسمعوا القاعدة هذه قال انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم إذا شفت اللي فوقك دنيويا ممكن تزدري نعمة الله عليك لو عندك ما عندك يا رأس سبحان الله الله جعل الناس طبقات تقول لا والله إذا عنده أكثر مني أنا ما عندي شيء لكن لو شفت اللي تحتك تقول والله إني ملك من الملوك إذا كانت وظيفتك و بعبتنك و عندك مشاكل و غيرة أطلع برع خذ رفة و شوف مثلا العمال في الحر يشتغلون رواتب قليلة جدا و مغترب عن أهله شوف بيتك العمالة المساعدة في البيوت سنتين ما يشوفون أهاليهم أو سنة على رواتب قليلة جدا و عمل كثير بتعرف أنك بين أهلك و غانك و مكتب و دوام و شغل الحمد لله مرطيبة دائما شوف اللي تحتك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك هذه قاعدة عظيمة لشكر النعم هذه الدرجة الأولى تشكر الله على المحامد على المحاب الأشياء التي تحبها الدرجة الثانية هذه درجة لأصحاب القلوب الفطنة الذكية كيف شكر الله على المكاره أن حتى لو وقع لك مكروه تشكر الله سبحانه وتعالى وترضى بذلك كيف أشكر الله على شيء أنا أكره واحد فقد ولد فقد تجارته فقد وظيفته كيف أشكر الله نعم الصبر واضح عبادة الصبر والله تعبدنا بالصبر في هذا الموضوع هذا شيء واضح لكن كيف أشكره تشكره أنا قلت قلوب ذكية وعقول فطنة تعلم مآلات الأمور أنا صح فقد واحد فقد ولده يشكر الله أن الله أكرمه وصبر فينال الأجر ثم ينال التعويض العظيم من الله سبحانه وتعالى في جنات الجنات النعيم أحيانا العبد يقصر به العمل الله يحب عباده ويحب أن يكرمهم وأن يعلي درجاتهم في الجنة لكن قصر عنه العمل فيبتليه بابتلاءات حتى يرفع درجاته فهذا نوع من أنواع الشكر فهذا نوع من أنواع الشكر خلونا ننتقل بعد ما تكلمنا عن شكر الله سبحانه وتعالى وهذا كلام قليل جدا في هذا الباب وإلا الكلام كثير على الشكر لكن إن شاء الله نكون قدرنا نستفيد ونطبق العبادة هذه يوميا ونستشعر نعم الله سبحانه وتعالى علينا خلونا ننتقل إلى عبادة الشكر شكر الناس شكر الناس كيف شكر الناس عبادة؟ إذا أخلصت النية لله أنا أشكر فلان لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلي يصنع لكم معروف فكافئوه فلنم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيراً كافئة نابد تشكرها على المعروف يصنع لك هذا ما عندي شيء يشكره فأقل شيء تقول جزاك الله خير ترى جزاك الله خير كلمة عظيمة جزاك يعني الله يجزيك خير شو هو الخير؟ الله سبحانه وتعالى هو صاحب الخير وهو ملك البلوك ويجزي ويجزي عباده الشكر قلنا يكون مقابل النعم إذا واحد أزدالك معروف ولو كان أقل القليل ولو كان واجب عليه عود نفسك على الشكر إذا أنت رأيس قسم عندك موظفين وياسين يدون مهامهم مهامهم الوظيفية يعني هذا واجب عليه أدي المهام هذه أشكرهم عيالك أدوا الواجبات اللي عليهم أشكرهم سبحان الله هذا يعطي يعني إيجابية ويعطي روح عالية جدا عند اللي تشكره كذلك اللي لو ما كان واجب عليه وكافك بشي حاول تشكره كثر ما تقدر حتى ما يكون لأحد من عليك وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بهذا الشكر بالكلام الطيب بالدعاء بالهدية هذا كلها نوع من أنواع الشكر الشكر يكون للناس قلنا مقابل المعروف بعد الله سبحانه وتعالى أعظم من صنع عليك معروف والديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذقرا حق الله سبحانه وتعالى حق التوحيد بحق الوالدين لأنهم سبب الوجود تذكرون أركان الشكر القلب واللسان والجوارح ترى تنطبق نفس الشي على شكر الناس قلنا في القلب لازم نعتقد أن هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى نعم وأعتقد في قلبي أن الله سخر لي هذا سخر لي أمي وسخر لي أبي وهم أصحاب نعمة علي ترى إذا ما اعتقدتها الاعتقاد كيف تشكرهم لازم الشكر يكون مبني على أساس واعتقاد فأنا أعتقد أن أبوي وأمي أصحاب فضل علي وخلاص أشكرهم أشكرهم باللسان وأشكرهم بالعمل لا أفعل شيء ما يحبونه دائما أثني عليهم الثناء الطيب أشكر مدرسيني أشكر الوطن الدولة أشكر أولاة أمري أشكر كل من قدم إليه معروفا صغيرا كان أو كبيرا وأعلم أبنائي كذلك الشكر ولا تنسون أن يشكرون الناس ولا تنسون أبدا بالشكر تدوم النعم يقول للرب جل وعلا وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لا أزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد مشاهدينا الكرام أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة